جروب زي ده موجودة على الانترنت على أبليكيشن بيصور ويوصق ويحرد بكل الأشكال الممكنة لا الجملة خطيرة الجملة خطيرة بتاعة نحرها نحرها دي يعني دبحها طبعا ماشي فالحقيقة احنا قدام يعني جروب إرهابي مجموعة من الإرهابيين اللي هما زي اللي كانوا بيقتلوا الناس في الشوارع هما يعني إرهابيين واخدين شكل تاني وسيغة تانية إنهم يحردوا على القتل يعني واستخدام الألفاظ احنا في التنظيمات الإرهابية بيبعندنا علامات دلة يعني فيه ناس تستخدم الألفاظ وتستخدم رموز صور للبروفايلات بتاعتهم فلفز النحر ده ده دواعش يعني فكرة النحر والدبح وال يعني اللفز نفسه بيشير لإيه فدي مجموعة من غير بحث جنائي طويل يعني من استخدام الألفاظ دي والطريقة اللي بتتعامل بيها دي مجموعة منظمة وتنتمي لتنظيم إرهابي ما مهم إنه هو يتم تتبعه ويتم مباحث الإنترنت تتجيب المجموعة دي جوا مصر ولا برا مصر ولو برا مصر فيه دول بيننا وبينها بروتوكولات يعني لو في الإمارات هنعرف نجيبهم لو في تركيا أعتقد هنعرف نجيبهم برضو يعني فالمجموعة دي هتتجاب مفيش كلام أي بس ده بيستلزم بلاغ من جهة ما من شخص ما البنت نفسها المتضررة اللي عملين يقولوا عليها هتوها وبينشروا كل بياناتها برقم تليفونها بعنوانها بالجامعة بتاعتها بأهلها دول اللي يتقدموا ببلاغ ولا أي حد لازم للأسف الشديد إن جرائم الإنترنت هي من جرائم الشكوى يعني إيه جرائم الشكوى؟ إن لازم صاحب مصلحة يعني الجروب ده حد بعت لنا من الناس المتابعة بعت لنا الشخصين وقال لي خدوا بالك ومش عارفة إيه بتاع أنت لما تروح يتقدمي بلاغ للنائب العام أنت مش صاحب مصلحة مش صاحب شعب فلازم لازم علشان كده لما كذا حد بعتلي وبعتلي سكرينات وتقوم بنت من البنات أو شاب من الشباب المتضررين من دول أو لجاي أساميهم بس يجي لنا ناخده من إيده حتى ولا يعمل توكيل ولا أي حاجة يجي لنا ناخده من إيده نطلع على مباحث الإنترنت علشان نقدر لكن خدي بالك رغم ده النائب العام أو النيابة العامة هي الحارس على الدعوة الجنائية فتقدر تتصدى وتتحرك بنفسها باعتبار أن ده خطر بيأثر على المجتمع كله يعني إما هي بنفسها أو صاحب الشكوى بنفسه طبعا في جرائم الإنترنت لازم صاحب المتضرر الأساسي هو اللي بيقدم الجريمة لكن إذا كانت الجريمة من العموم بالشكل ده فالحلقة دي إحنا نقدر نعتبرها بلاغ رسمي للنائب العام يتحرك على طول طبعا في جرائم المتضرر الأساسي